موسيقى رئيس الجمهورية يغادر العاصمة الكورية تاسيول عائدا إلى نواكشوت بعد مشاركته في القمة الكورية الإفريقية موسيقى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يجري مباحثات مع نظيره الكوري بالقصر الرئاسي في سيول ويشرفان على توقيع مذكرة تعاون بين البلدين موسيقى وسيادته يؤكد في قمة الأعمال الإفريقية الكورية ضرورة بلورة مقاربة واقعية وفعالة لإقامة شركات اقتصادية وتنموية بين الدول الإفريقية وكوريا أهلا بكم أغاطر فخمة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد الشيخ لازواني اليوم سيول بعد أن أشرف رفقة نظيره الكوري على فعاليات القمة الكورية الإفريقية الأولى التي نظمت يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة إلسيان بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ومسؤول المنظمات الدولية ذات الصلة بإفريقيا إضافة إلى رواد الأعمال في كوريا وإفريقيا وكان في وداع فخمة رئيس الجمهورية بالمطار كل من وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومديرته قسم التشريفات للشرق الأوسط والسيدة سيدية الحاجة سفير بلادنا المعتمد في سيول بالإضافة إلى سفير جمهورية كوريا لدى بلادنا ويرفق فخمة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد يضم كل من السيدة الأولى الدكتورة مريم فاضل الداه الوزير المكلف بديواني رئيس الجمهورية المختار والجاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتاريين في الخارج محمد سانو المرزوق وسعادة سفير بلادنا في سيول سيدية الحاجة والمكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية أحمد الباهني والمستشاري برئاسة الجمهورية سيد أحمد أول أبوه والمدير العام لتشريفات الدولة الحسن أول أحمد استقبل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد الشغل الزواني زوال أمسي في القصر الرئاسي في سيول من قبل سيدة يون سوك يول رئيس الجمهورية الكورية قد تلقى صاحب الفخامة حفوة كبيرة من قبل نظير الكوري وقع فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي بالقصر الرئاسي في السجل الذهبي لكبار الشخصيات في ختام أشغال القمة الكورية الأفريقية الأولى التي أشرف على افتتاحها وترأس أشغالها إلى جانب نظيره الكوري كما جرى الرئيس الثاني خلال هذا اللقاء مباحثات تناولت سبل تعزيزي وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والرافع من مستوى التعاون بين الدول الاتحاد الإفريقي وبين كوريا وكذا العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء الوزير المكلف بدواني رئيس الجمهورية المختار والجاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق وسعادة السفير المعتمد في كوريا سدي الحاج وقد نظم الرئيس الكوري غداء عمل على شرف صديقه فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي شهد توقيع مذاكرة تعاون من طرف وزيري خارجية البلدين اشتركوا في القناة 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 والشعوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان اشتركوا في القناة 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 ذات الاهتمام المشترك شرى اللقاء بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار حسين اللامة ومديرة دوان الوزير الأول عشفال فرجس ومستشار الوزير الأول المكلف بالصيد والاقتصاد البحري أحمد دميس وسفير جمهورية سينغال في بلادنا الدايا برام أمبانيك وعقب اللقاء أدلت وزيرة الصيد السينغالية بتصريح أن ذمنت فيه العلاقات الأخوية المتميزة القائمة منذ قرون بين البلدين الشاقية الصديقين ووضحت الوزيرة أن هذه زيارة تأتي في إطار اتفاق الصيد البحري بين البلدين شكلة معالي الوزير الأول وسلطات الموريتانية على التسهيلات التي قدموها في إطار هذه المفاوضات مؤكدة التزام السينغال بتعزيز وتنويع التعاون في مجال مراقبة ومتابعة المصائد والبحث العلمي وضافت الوزيرة أن النموذج الموريتانية في هذا المجال لا يشكل مثلا يحتدى واعتبرت عن استعداد بلادها لتقاسم تجربتها في مجال صناعات التحولية في مجال الصيدة والزراعة الأسماكة والصيد القاري مع موريتانيا وقع وزير الصيدة والاقتصاد البحري ونظيره السينغالي أمسي في نواقشوط اتفاقية تعاون في مجال الصيدة والاقتصاد البحري بين بلادنا والجمهورية السينغال تشمل هذه الاتفاقية تبادل الخبرات ومراقبة المياه الإقليمية بين البلدين وقعت بلادنا والسينغال بروتوكول اتفاقية في مجال الصيد وزراعة الأسماك الذي يعد تجديدا لبروتوكول وقع للمرة الأولى بين البلدين في العام 2001 وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار حسين نولام إن هذا البروتوكول يسعى إلى تبادل الخبرات بين موريتانيا والسينغال في مجالات الرقابة البحرية والبحث العلمي من الطرف الموريتاني وفي مجال الصيد القاري ومعالجة وتثمين المنتجات من الجانب السينغالي وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ السينغالية فاتو جوف شكرت الحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال وذمنت الاتفاقية بين الطرفين مؤكدة أنها ستعود على الشعبين بمنافع كثيرة ودعت الفاعلين الاقتصاديين السينغاليين إلى احترام القوانين المعمول بها بين الجارتين وقد عكف الخبراء والفنيون على تنقيح محاور البروتوكول الموقع من قبل الوزير الموريتاني ونظرته السينغالية وكانت زيارة وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ السينغالية لبلادنا قادتها رفقة الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري سيد عالي وسيد ببكر إلى قيادة خفر السواحل الموريتانية للتعرف على دور خفر السواحل الموريتانية في مراقبة الساحل الموريتاني الممتد على طول 700 كم ومتابعة مخالفات سفن الصيد وتفتيشها وتغريمها في حال إثبات مخالفتها للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية في المياه الإقليمية ومواجهة الهجرة غير النظامية وكذل المساهمة في جهود البحث والإنقاذ البحري وتأمين المنشآت النفطية وتعمل قوات خفر السواحل الموريتانية على تأمين مياهنا الإقليمية باستخدام وسائل لوجستية متطورة وعناصر بشرية بأعلى مستوى الوزيرة السنغالية تعرفت على نظام المراقبة الهادف إلى كشف كل صغيرة وكبيرة داخل مياهنا الإقليمية اعتمادا على الردارات الموجودة على الشواطئ وسفن الرقابة البحرية والزوارق المنتشرة في حوزتنا المائية في ولاية الحوض الغربي أطلقت وزيرة البئة من بلدية قرقر الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للبيئة ويأتي تخليد هذا اليوم في طريق سعي القطاع البيئة إلى تعسيس الجهود الرابية إلى حماية الوسط البيئي في بلدنا من قرية سويقية تابعة لبلدية القرقر في ولاية الحوض الغربي أطلقت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لاليا علي كامراء رفقة والي الحوض الغربي أحمد مامدوكلي الإنشطة المخلدة لليوم العالمي للبيئة واستحضر السلطات الإدارية والمنتخبين ومثل الروابط المحلية وخلال إطلاق الفعاليات المخلدة لهذا اليوم العالمي أبرزت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أمام الحضور أهمية هذه ذكرى باعتبارها فرصة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجال المحافظة على البيئة يطيب لي أن أكون معكم اليوم لنخلد معاً اليوم العالمي للبيئة الذي كرس هذه السنة لاستعادة الأراضي ومكافحة التصحر هذه هي المرة الأولى التي نحتفل بها منذ 51 عاماً ويمثل الحفاظ عن البيئة التزاماً قوياً لدى رئيس الجمهورية وحكومة الوزير الأول وتطلع وزارة البيئة بمهمة تنفيذ هذه السياسة من خلال ترجمتها إلى تدخلات ميدانية طموحة تهدف إلى حماية البيئة والتسيير المستديم للموارد الطبيعية أيها السادة والسيدات يمثل اليوم العالمي للبيئة فرصة لتسليط الضوء على مدى اعتمادنا جميعاً على الطبيعة وسلامة الكوكب فجودة الماء الذي نشربه والطعام الذي نأكله والهواء الذي نتنفسه يعتمد على حماية الوسط الطبيعي العمدة المساعدة لبلدية القرقار أشهد في كلمته بالجهود المبلولة لمساعدة السكان المحليين مطالباً بالعمل على توفير مزيد من فرص التشغيل المديرة للدخل لصالح السكان تسمح لي سيادتكم بانتهاز هذه المناسبة العظيمة ليقدم نبدة عن بلدية القرقار في هذا الصدد نلتمس من سيادتكم النظر في توفير أنشطة مدرة للدخل تعوض المشتغلين بتلك المهن حتى نحافظ على بيئتنا أشجاراً وأعشاباً من جانبه رئيس الرابطة الموريتانية لتنمية المناطق الجافة والأراضي القاحلة تطلق في كلمته لأهم الخطوات المتخذة من أجل حماية الوسط البيئي واستغلال الموارد الطبيعية رئيس رابطة التسيير للتشارك المحلي في منطقة صويقية طالب بزيادة دعم الروابط المحلية وتوميد أنشطتها في مجال المنتجات المحلية وفي إطار الأنشطة المخلدة اليوم العالمي للبيئة قامت وزيرة البيئة بزيارة لواحة النخيل النموذجية لرابطة القرقار والتي تمتد على مساحة ستة هكتارات كما عينت الوزيرة بعض النخيل في وادي إيريجي لتحتتم الزيارة بتصريح دعت فيه للعمل على تحقيق بيئة نظيفة تتلاءم مع طموحات وتطلعات السكان وتساعد على إبراز الإمكانيات البيئية لبلادنا لقناة الموريتانية محمد الريازمة مقاطعة طينطان وضع المندوق العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر صباح أمسي في مدينة بوتلميت الحجر الأساس لبناء مجمع متكامل متعدد المكونات وسط المدينة ويتضمن هذا المجمع فضاء للإنشطة الشبابية والرياضية ومحل تجاري لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة استمرارا لتنفيذ برامجها الاجتماعية حتى تصل تدخلاتها كل مواطن محتاج ليستفيد من حقه في العيش الكريم معزا ومكرما المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر تحط الرحال هذه المرة في مقاطعة بوتلميت لتتقاسم مع السكان لحوات الفرح بالإعلان عن ميلاد مشروع تنموي جديد هنا وسط المدينة وتحديدا في الحي اليداري وضع المندوب العام لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر حمود المحمد رفقة والد لارزة محمد أحمد مولود اللبنة الأولى لقطب تنموي متعدد المكونات اليوم نطرح الحجر الأساس لمجمع مركب فيها أربع مكونات مكونات الأولى لعلها تعود هي الأهم هي فضاء شبابي رياضي فيها مكان للترفي والتعلم عن بعد الكورت القدم وفيها كذلك ملعب صغير للرياضة يلعب فيه الشباب وفيها مكونات الثالثة تنباع فيها جميع المواد الغذائية للفيئات الهشة بسعار مدعومة وفيها أخيرا مجزارة لا يتعود فيه إن شاء الله وجميع اللحوم البيضاء منها الحمراء وعمدة بلدية بوتليميت عبر باسم السكان عن أهمية هذا المشروع لما سيسهم به من دعم للقوى الشرائية لدى المواطنين وتشجيع لهواة الرياضة من الشباب إن لو كان التآذر تلعب دورا اجتماعيا فريدا آخرا في آوينته الأخيرة منعطفات إنسانية غير مسبوقة جعلت منها كفيلا رحيما ببسطاء المواطنين من حيث الرعاية الصحية والتدخلات الاجتماعية وتوفير السكن والتوزعات النقدية المباشرة وتمويل البشارع وتوفير فرص العمل على نطاق واسع ضمن سياسة شاملة تحارب الفقرة والعجزة والمرض ومن بين هذه التدخلات نقف اليوم على هذا الصرح الاجتماعي الهام والذي لا شك سيكون له أذره الطيب على حياتي الساكنة زيارة المندوب العام للتآذر رفقة والد رارزا مكنتهما والوفد المرافق من الاستماع عن قرب من المواطنين إلى أبرز المشكلات التي يرون أن حلها يعتبر أولوية بالنسبة لهم مختار بابو الحمد وقناة الموريتانية مدينة بوتلميت اختتمت مسامسي بالعاصمة أعمال اللقاء الوطني للقيادات النسائية من أجل تعزيز مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية وقد توجه هذا اللقاء بتوصيات حثت على ضرورة إشراك المرأة في صنع القرار وتمكنها من تأدية أدوارها القيادية بعد سلسلة من النقاشات والعروض حول المشاركة الفعالة للنساء في الحياة السياسية والسبل الكفيلة بتمكينهن من توصيل أصواتهن ومطالبهن واهتماماتهن المتنوعة عبر صناديق الاقتراح تصل فعاليات اللقاء الوطني للقيادات النسائية من أجل تعزيز مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية إلى ختامها رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ثمنت في كلمتها ما سمته الحضور النوعية للمرأة في هذا اللقاء موضحة أن المرصد يشكل هيئة استشارية أنشئت من أجل مساعدة الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني في حماية حقوق المرأة والفتاة وأشارت إلى أن النتائج النهائية لأعمال هذا اللقاء ستمكن من تعزيز إشراك النساء في تسيير مختلف محطات المسار الانتخابية بدورها ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية نوهت بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في سبيل تمكين المرأة عبر إطار مؤسسي يتمثل في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وكل المؤسسات التي تستهدف المرأة ليس بوصفها مستفيدة فحسب بل فاعلة اجتماعية مجددة دعم برامج الأمم المتحدة للمشاريع والقوانين التي تجعل المرأة فاعلة بشكل أساسي في صدارة مواقع التنمية المحلية الجلسة الختامية لللقاء الوطني تميزت بنقاش التقارير النهائية للورشات وقراءة التوصيات والمقترحات التي يتوقع أن تسهم في تبوء المرأة لمختلف المراكز القيادية والمناصب السياسية حتى تلعب دورها التنموية بشكل فعال نظمة وزارة المالية أمسي في نواكشوطة دورة تكونية لعرض واعتماد دليل تطبيقي للأنظمة المعلقة المتعلقة بالمعلقة للرسوم والأنظمة الجمهورية الاقتصادية وسيمكن الملتقى من الاطلاع على مضامن هذا الدليل وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين والمهنيين في قطاع الجمارك التصديق على الدليل المتعلق بتنظيم طرق الجمهورية الاقتصادية والرسوم المتعلقة هو موضوع هذا اللقاء المنظم من طرف الإدارة العامة للجمارك بالتعاون مع الخبرة الفرنسية Expertise France لصالح أصحاب الرتب العالية من الجمارك ووكلاء الأراضي والتصدير وغرفة التجارة والصناعة تعتبر الأنظمة الجمهورية آليات هامة لمرافقة التجارة الدولية من خلال السماح بتعليق الرسوم الجمهورية والاستفادة من مختلف التسهيلات في هذا الإطار ولذلك تساهم هذه الأنظمة في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار ومن جهة أخرى توفر الأنظمة الجمهورية العديد من الامتيازات للمستهمرين للتحكم في تكاليف استراد المواد الخام وتمنح مرونة أكبر في إدارة المخزونات وعمليات الإنتاج وتحسين تسيير الخزينة عن طريق تأجيل تسديد الرسوم الجمهورية وهو ما سيساهم في تدعيم استراتيجيات التصدير وجعل المنتجات أكثر تنافسية في الأسواق الدولية كما تعتبر الأنظمة الجمهورية أدوات أساسية لتشجيع الاستهمار الإجنبي وتعزيز البنية التحتية لوطننا فمن خلال إتاحة الفرصة للشركات لتجهيز المنتجات أو تخزينها دون الخضوع الفوري للرسوم الجمهورية تساهم الجمالك في مرافقة بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنافسية ويهدف تطبيق الأنظمة المتعلقة بالرسوم والأنظمة الجمهورية الاقتصادية إلى إيجاد فهم عميق لآليات عمل الأنظمة المتعلقة بالرسوم والأنظمة الجمهورية وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية ودعم جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي اختموا هذه النشرة قدمنا لكم للموريتاني هذه أبرز العنوين رئيس الجمهورية يغادر العاصمة الكورية تاسيول عايدا إلى نوكشوط بعد مشاركته في القمة الكورية الإفريقية رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يشري مباحثات مع نظيره الكوري بالقصر الرئاسي في سيول ويشرفان على توقيع مذاكرة تعاون بين البلدين وسيادته يؤكد في قمة الأعمال الإفريقية الكورية ضرورة بلورة مقاربة واقعية وفعالة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية بين الدول الإفريقية وكوريا نشكركم على متابعتها نشرينما كنتم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر